بحضور شيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام مدينة الشرقة للخدمات الإنسانية انطلقت فعاليات مشروع برنامج الاستكشاف التي ينظمها مركز الشرقة لصعوبات التعلم بالتعاون مع كلية بيكن الأمريكية سعيا لتقديم الدعم الاجتماعي والنفسي لطلبة ذوي الصعوبات التعلم وأولياء أمورهم والإشراف على سير عملياتهم التعليمية أطلق مركز الشرقة لصعوبات التعلم بالتعاون مع كلية بيكن الأمريكية مشروع برنامج الاستكشاف الذي يهدف إلى تطوير المهارات المعرفية للطلبة ويعزز البرنامج ثقة الطلبة بقدراتهم عبر إدراكها وتوجيهها بشكل يحقق النتائج المرجوة على الصعيد الاجتماعي وأهمها مواصلة التعليم الثانوي والجامعي والانخراط في ميدان العمل كأفراد منتجين البرنامج بيكون على مدى 12 يوم من خلال ثلاث ورش متنوعة بتكون عن أساسيات التعلم واكتشاف الذات الخريطة الشخصية لنجاحهم والإعلام الرقمي والإنترنت برنامج الاستكشاف يساعد الطلبة ذوي صعوبات التعلم على اكتشاف تطلعاتهم واتجاهاتهم في الدراسة كما يساعد الطلبة على استخدام مهارة التعليم الجماعي بكل أريحية انطلاق المشروع في يومه الأول تضمن تقديم لمحة عن برنامج استكشاف وفعالياته قدمها فريق العمل من اختصاصي جامعة بيكون ومركز الشارقة لصعوبات التعلم وعبر أولياء الأمور المشاركون عن أملهم في أن يحقق أبناؤهم الفائدة المرجوة من الورش والفعاليات الاختصاصية هذه فرصة تتيح لينا نشكر المركز أول حاجة زاد أنهم اهتموا بهذه الفئة العمرية التي هي من سن 15 إلى 22 لأن في هذه المرحلة يحتاج الولد أن يكتشف ذاته مشروع برنامج الاستكشاف الذي ينظم لأول مرة على مستوى الدولة يسعى إلى إحداث علامة فارقة في العمل مع الأشخاص ذوي الصعوبات التعلم وفق أفضل الممارسات العالمية مما يحقق تقدما ملحوظا لهذه الفئة في المجالين التعليمي والاجتماعي بهدف تعريف الطلبة ذوي صعوبات التعلم بسمات الدراسة الجامعية وتدريبهم على التفكير النقدي أتى مشروع الاستكشاف الذي ينظمه مركز الشارقة لصعوبات التعلم لأخبار الدار مجلس سويدي الشارقة